اهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو جديدة ووصفة جديدة اليوم نشارك معكم وصفة كيك تفاح السادخون وصفة سهلة و بسيطة كي حمق عليها الكبير و الصغير تصح لكم جميع المناسبات نبدأ نتعرف على المقادير و الطريقة للتحضير هنا سوف نقوم بتحضير كيك تفاح كيك سهل و بسيطة çıkaria ثلاثة البيضات واحد من النقييم و مثل يحدثكم سكر و السيندة سكر و السيندة سكر و سيت و في المقادم هذه الحامزات الخمارة و فانيا و خمارة اسكر سريطة فارس كاس الزيت المائدة كاس الزيت المائدة نحتاج المتفاح لحسب الحمضة نعصر حمضة نصف كاس نعصر نصف كاس السادح ومتفاح لحسب المقادر كاس الزيت المائدة نحضر المائدة نحضر المائدة نحتاج المتفاح لحرارة المطلق حجم متوسط نحضر 3ت نحضر 3ت نحضر 3ت نحضر 3ت نحضر 3 مائدة تضيف كأس ديال الزيت لتقدروا كأس مخلط ما بين الزبدة دائبة والزيت العادية ديال المائدة تجيز وينة وشيشة يعني هاليوم كتافيت فقط بالزيت نكملو كدلك في التطراب كيفما كتشوك انطربوه مزيان حتى داك الخاليط كيولي انه متجانس وكيولي هكذا بحل على شكل هكا كريمة يعني كيكون بحل كيتسقل شي شوية غادي نستمر هكذا في التطراب في هاد الأثناء غادي نضيف الحليب كأس ديال الحليب الفانينا البناء صار اني اضفتها في الأول يعني معا معا السكر ساني دا سافي غادي نستمر هكذا في التطراب وصافي ومن بعد غادي نبقى نضيف الدقيق الدقيق كيف قلت لكم على حسب على حسب يعني الخاليط اللي عندكم على حسب الحجم ديال البيض وعلى حسب الحجم ديال الو الكمية ديال الحليب اللي يضفتو دونك انا هنا كان ديال دا بالكأس الأول هنا درتو وغادي ننخلط يعني نضيفو شوية بشوية ونحاولو هكذا نخطمو بطريقة دكية باش ما يتطيرناش داك ما يتطيرناش الدقيق والحامد راني عصرتو حامدة عطتني ممس الكأس ولا علينا ربعه كأس المهم اردت تعصروا حامدة شحال ما عطيتكم غادي تضيفوه فهدا الكيك هذا ويلا بغيتو تضيفوه حتى القشر ديال الحامد يلا حكيتو واحد الحامدة حكو غداك القشر الاسفر وضيفوه تهوكي عطا واحد يعني نسمى زوينة هنا غادي نضيف الكأس الثاني ديال وغادي نضيف معها الخمارة الخمارة دائما نضيفوها تقريبا تالاخر ونضيفوها مع الدقيق باش هكذا ما كدبناش داك الحبيبات ومن الافضل يعني نغربلوه الدقيق بواحد واحد صفاي ووحد شبيكة باش هكذا داك الدقيق كيجينا مفرق وما كيجيناش يعني تلكيك كيجينام فش فش هدو مبين الحيا اللي كان ديرها باش يطلعنا الكيك كيف كتشوفوه قدين السامر في التطرابة قدين مقان السامر وكام ديفو الدقيق حتى انو حصلوا على واحد الخالد اللي ما يكونش قاسح وف نفس الوقت ما يكونش جاري باش هكذا يجيناتك الكيك يجينا ارتاب ونفش فش هنه ضفت يمكن حوالي واحد نصف كأسه وحد اخر يعني هنه رادخلت ديالة بحين جوجد الكيسان ونص هنه جوجد الكيسان ونص البنات اللي اللي دخلت في هاد الكيك هذا هانتو ما كيف كتشوفو القوام ديالو يعني كيكون كيكون هكذا ماشي قاسح كيف مقودكم وماشي جاري سافي غادي يستمر هكذا في التخلط ومن بعد هاد غادي نضيف هاد غادي نضيف يعني ساتخون خليوه تالي ما نديروش في اللول مع البيض باش البيض ما كي تكببناش سافي غادي نضيف داك الساتخون العسار ديال الحامده معصره وصافيو كتشوفو هاده الخالط كيفش بغينا يجي هادشي اللي كنا من ناس هنتو بشو الخالط كيفش داير هاده هو القوام اللي بغينا نحصله عليه سافي هنا يدهنت المول ودك له داك البابي دياله كويسون باش هكا ما يلتسقليش هاده كلكيك وصافيو غادي نخوي الخالط اللي حضرناه هكذا وغادي نكون من قبل قشرت اتفاح وعصرت عليه شوية ديال الحامد باش مكيك حالش ومكيت اكسج وصافيو غادي نستهو في المول بهاد شكل هاده اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى ندخل الكيك للفران سخنته على درجة حرارة 180 دراجة سوف نخلي 1.5 ساعة إلى 35-40 دقيقة سوف نرى الجواني بديهم تحمره سوف نخرجه وهكذا تشوفوا الكيك من بعد ما خرجته يأتي الغزال يأتي الزوين والمدق ديال والبنات ديال السادخون ليدرنال والدك الحامض يأتي روعة 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 في المدق وحتى الوليدات يعجبهم هاد المدق تستطروا وكيف كتشوفوا راق الرب دبا فصل الرابيع فصل الرابيع كان نغيره في المدقات ديالنا اللي كان نعتمدو عليهم في الفصل الشيتاء ولا في البرد وهكذا فصل الرابيع كما قلت لكم كان نحتاجه كذا نسمات اللي هما هكذا منعيشين وصافي الكيكي كيجي اهشيش وكيجي مفشفش وكيجي الغزال ما تشبعش منه وصفة ساهلة وبسيطة تقدروا تحضروا هكذا في رمضان الكريم في وجبة الافطار ولا بعد الافطار هكذا ما كويس ديال القوى او لا كويس ديال الشاي يعني فيه تفاح وفيه الحامض يعني غد يكون منعيش في شهر رمضان الكريم كانت مننا الوصفة دياليوم تكون نلتعجبكم ولقاكم في وصفة اخرى وفكرة جديدة واتبقى على الاخير